السيدات والسادة مساء الخير على مر العصور لم تسلم الحضارة المصرية بتراثها العريق واثارها العظيمة من محاولات النهب والسرقة والتشويه سرقة تاريخ مصر كانت تتم لأسباب عديدة بعضها استعماري في زمن نهب كنوز الشعوب وبعضها تجاري من جانب عصابات استغلت فترات الجهل وغياب الأمن والقانون البعض الآخر لأسباب دينية متطرفة تعتبر الأثار تمثيل من صنع الكفار ورغم المحاولات الشاقة لاستعادة أثارنا الموجودة في متاحف العالم مازال متحف برلين يرفض إعادة رأس الملكة المصرية نيفرتيتي إلى بلدها ومازال أعظم اكتشافات التاريخ حجر رشيد الذي فك شفرة لغة المصريين القدماء وكشف أسرار حضراتهم مازال محتجزا بالمتحف البريطاني وليس ببعيد مجرى خلال أحداث يناير عام 11 في سنة السوداء للإخوان من أعمال نهب وسرقة لأثار مصر ومتاحفها اليوم نستضيف عالمة مصرية عاشقة لطراث مصر وخبيرة في الآثار شاركت في حملات عديدة لاستعادة آثارنا من الخارج نسألها عن مصير هذه الجهود عن الأسباب الخفية وراء المحاولات المستميتة لاستهداف الحضارة المصرية بصرقة آثارها أو تشويه تاريخها عن آثار مصر المنهوبة وعن جهود استعادتها من الخارج عن صرقة التاريخ والمحاولات المستمرة لتشويه حضارة المصريين حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر